اشتركوا في القناة الأستاذ صادق محي السام الرائي نائب رئيس تجمع تني صادق مرحبا بك يا مرحبا على السلامة الله سلام عليك وصلتنا من سامة الحبيبة كل التحايا لها من برنامج ذاكرة مواسرة صادق محي السام الرائي السؤال الكلاسيكي الولادة النشأة والتحصيل طبعا هي الولادة الأصل هي منطقة القلعة في سام الله سابقا كانت ناحية الترتار الملغات طبعا تسعة وستين خمسة أربعة على موضوع سنة ثم انتقالي إلى سامواء بحكم مظيفة والدي فانتقنا إلى منطقة معمل أدوية ولا زلت لحظ هذه اللحظة في نفس المكان نفس المكان في معمل النشأة الحقيقية هي طبعا في معمل أدوية يعني المدينة نفسها لكن تفاصيلها تفاصيلها تفاصيل خلي يعني أتقول لك فيها تفاصيل طويلة وعريضة ممكن فيها تداخلات نوعا ما بالموطن الأصلي بالقلعة ما بين القلعة وسامرة وبين خلال ما بين القلعة والمعمل في سامرة معمل أدوية معمل أدوية منطقة كانت مغلقة ومحصورة في سامرة ولها خصوصية يعني كانت هي حتى كانت لها سيطرة خاصة سيطرة خاصة دخول خروج خاصة بها مجمع سكني بالإضافة إلى يعني موطن الأصلي القلعة اللي بقيت لفترات طويلة متشبث ما بين ضجوع للموطن الأصلي ما بين لكن بحكم الدراسة والوظيفة والتداخل الاجتماعي اللي حدث بعد هذه الفترة أكيد طبعا بدت تخوف نوعا ما هذا التداخل خاصة بعد ما انتقالي إلى دراسة جامعية في بغداد هذه أحدثت ربما طفرة في هذا المفصل تحديدا يمكن صورة رقم واحد أو مجموعة من الصور عدنا نشوفها يمكن رح تنشر عدنا التفاصيل هاي الصور هذه نعم هذه بناية الشركة واللي خلف الصورة والهذا طبعا هو المجمع الآن منطقة طبعا واسعة أصبح حي كامل توسع أكثر طبعا هذا الآن يمكن يعني ما يمثل هاي الصور طبعا أيضا جزء من الذاكرة نعم أصدقائك يعني هنا أنا يمكن أكاد أكون أعرف هذا الشخص اللي معاك صديقك أيام ممارسة الرياضة نعم مجموعة من الصور طبعا رح تظهر اللي بيها شيء من ذاكرة يعطيك بس أنا يخلي أعرف هذا اللي حدا ما عرفته أعتقد هو حقي عبدالرحيم يمكن آه عبدالحق نعم عبدالحق نعم عبدالحق حقي عبدالرحيم حسن العباس حسن العباس نعم هاي الصورة طبعا تجمعك مع شقيقك خالد هذه باب الإمام يعني أحد الأعياد نعم أوائل الثمانينات أوائل الثمانينات يعني أعتقد أعتقد يعني ثين وثمانين أو ثلاثة ثمانين بس بس خالد هنا يعني متفوق عليك بموضوع النظارات والشعب لا هذا أنا هنا لا هذا أنت هنا بس لا أنت أيضا نظارات بس ومتفوق بقضية أنه لابس موضر عندك على نفس نوجه له تحية طبعا الأستاذ خالد موحي يعني أحد أعمدة الشركة العامة في صناعة لليون مستلزمات الطبية في سامرة الآن هو يعني أحد مدراءها وأحد قياداتها طبعا هاي صورة بالطفو ليس أمحن يعني بس بس طبعا الصورة ما تحتاج هاي أيضا جزء من الذكريات هذا عبد الحق هو نفسه نعم أعتقد هذا جبار صالح جبار صالح جبار صالح نعم بس الآخر يمكن ما يعني أيضا ما أميز الشخص الآخر اللي بينك وبين عبد الحق طبعا هاي واحدة من الصور ويمكن أكو صورة هي صورة نفسها أعتقد كان أكو طفل بيها هو من القاضي أيضا في المنطقة في مدينة سعوة يعني هاي نشطة شيء من الذاكرة هاي أعتقد أيضا بالثلاثة واثمانين ثلاثة واثمانين هذه الصورة بس ما أذكر تفاصيلها بالضبط أنتم يعني من أوائل الناس اللي عاشت فيهم عمل الأدوية يعني هاي الصورة أيضا هاي الصورة أيضا الله أحمد هذا يم بيت حج صالح القاضي الله يرحمه نعم هذا سعد وأعتقد محمود محمود اللي نعم اللي الآن أيضا أيضا في هذه أيضا 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 أعتقد بالخمسة واثمانين واثمانين شنو المميز بهذه الطفولة والفتوى طبعا هو حقيقة هاي الفترة يعني كانت خلي اعتبرها محطة تغيير ومحطة مهمة يعني مرحلة المتوسطة بعد مرحلة التدائية والإعدادية مهمة في حياة حياة الشخص الأفق التسع الأفقار التسعة العلاقات التوسعة طبعا ما يميز به يعني حيل معمل أدوية عن باقي الأحياء أنه كان خليط من كل التنوع التنوع المجتمعي والطائفي والعشائري والديني والديني كان يحوي وكنا نسميه طبعا عراق مصغر نعم وهذه هي طبعا صفة كان يتمتع بها الحي عن باقي الأحياء في مدينة سامرة ولذلك كانت إلى يعني إلى نكهة خاصة وإلى طعام بعد ما عبرنا هذه المرحلة وأنا عرفت أيضا أنه حضرتك كنت يعني منظم كنت تبحث عن عن أشياء تقربك من المأسسة منذ الصغر يعني حتى موضوع أنه أنت من البداية بالطلايع وبعدين طلايع وبعدين موضوع الفتوى طلايع بالفريق الرياضي اللي منظمي كنت آني أدير الفريق آني كابتن آني المشرف على الفريق جزء كبير من ملف الرياضة في المنطقة كنت آني أديرها يعني ما عرف له حقيقة أنت له هي حتى تدرجات يعني يعني تبدأ أنت حتى بالطلايع تبدأ بأم يسموه آمر آمر فصيل آمر فصيل آمر قطاع آمر قطاع آمر سرية بالفتوى إلى وصلت آمر قطاع بعدين مرحلة هذه طبعا الإعدادية يعني بعد ما أكملت الإعدادية طبعا هذا الموضوع انتهى هذا الموضوع طبعا إلى علاقة بالنشاطات وينعكس على حياة الإنسان فيما بعد وإلى الآن أنت مهتم بهذا ولحد هاي اللحظة لحد هاي اللحظة جزء كبير يعني كان يمارس في تلك الفترة الآن أنا أديرها وأنا أقودها لكن بحكم التوقيتات واختلاف الموقع والعمر والعمر أيضا هذا مبرر الشركات الكبيرة مثل شركة أدوية سامر كانت تستجلب الأياد العاملة حتى من الخارج يعني يعني جيل الآباء يتكلم عن خبرات روسية عاشت معهم تعايشت معهم مثلا في تلك الفترة وبالتالي هذه البيئة كانت مختلطة جدا وكفرق شاسع ما بين يعني ولد في سامراء حتى من ولد في قلعة سامراء التي كانت ربما على مستوى جزء من ناحية وبين شركة الأدوية لكن المجتمع كان مستجم جدا كان كان يميز الخطأ من الصح وبالتالي كان حياً مثالياً فعلاً وكان يمثل حراقاً مصغراً شنو اللي أثرت هاي النشأة على صادق محيط طيلة حياته شنو اللي يمعكس عليه حقيقة هذا موضوع جداً مهم خلال هذه الفترة كنا على تماس مع جنسيات مختلفة في هذه المنطقة منها كما ذكرت الروس ومنها الإيطاليين بالإضافة إلى هناك شركات عربية كانت تعمل مع هذه الشركات وجنسيات مختلفة يعني منهم توانسة يعني مغاربة حتى من الخليج هذه طبعاً نتيجة الاختلاط ونتيجة التعامل المباشر مع هذه الأحدث تغييراً نوعاً ما حقيقة لمستل لما رحت لبغداد يعني بال87 انتقالي للمرحلة الجامعية ما شفت الديتشة الغرابة ولا فهم غريب لأن انت بتقبل الآخر اللي هو من جنسية أخرى يعني طوال الثمانينات طبعاً اللي هي نعتبرها الفترة الدهبية سؤال العراق أو يعني لسامرات فما أحدثت ذاك الاستغراب أو عدم الانسجام ولهذا يعني مباشرةً أنا انصهرت للمجتمع البغداري بعد ما انتقلنا للمرحلة الجامعية نعم هذه طبعاً نقطة مهمة هنا ما ريد أغادر هذه المنطقة منطقة معمل الأدوية والنشأ بها نعم تتمنى أحياناً بينك وبين نفسك الآن وأنت في الخمسين أن يعود بك الزمن وأن ترجع إلى مأمل الأدوية اللي انتقلتوله من قلعة سامراء شو ما أكون صريحة ياقب هذه النقطة نعم طبعاً دائماً بالبنام هناك رؤية وأحلام نعم يمكن أقول لك 90% أو 95% من الرؤى والأحلام اللي أشوفها الآن دائماً في منطقة معمل الأدوية القديمة طبعاً الآن المظاهر اتغيرت المنطقة القديمة اتغيرت تماماً باقي جزء بسيط منها والملامح فقط ملامح بسيطة لحد هاي اللحظة يمكن ما شفت رؤية أو حلم أو 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 إذا مو المنطقة القديمة حتى بيت أهلي القديم لما تكون عندي رؤية وأشوف حلم أو منها القديم ما تشوفها حتى بعد ما عمرتوه تشوفها مثل ما كان نفس القديم هو نفس البيت القديم لحد هاي اللحظة اللي هو بمساحة الصغيرة وبهذا تطور ببناء الطابوق هذا نفس البناء القديم ترتيبه القديم شكله حتى تفاصيل بسيطة كانت في البيت أحياناً أشوفها بالمنام مو بس هذه إحنا تقريباً يعني أول محل أو أول خلقوه مجمع تجاري في المنطقة نعم محل أبو صادق يعني هو معروف من بداية نهاية السبعينات وطبعاً لحد هاي اللحظة طبعاً يعني طفولتي لحد الإعدادية تقريباً الغالب ما قضيتها في هذا المجال لحد هاي اللحظة دائماً الرؤى والأحلام تجي في نفس المكان القديم معناها الماضي أحسن من الحاضر مئة بالمئة أكيد أكيد وهذه طبعاً أيضاً هذه دائماً رغم التطور ورغم الحاضر ورغم الحاضر ما أحدث ما أحدث فاصل ما بين الماضي والحاضر نعم اللي يتغير يمكن هو قضايا روحية القضايا الشكلية لأن الوقت يكون من راح بهلاً أنا أعتقد أنه هاي النشأة التعايشية اللي ذكرتها اللي تتقبل الآخر الجميلة اللي كنت بها حضرتك صديق لي مواطن مسيحي عراقي أكيد طبعاً وصديق لي شخص من جنوب العراق ولحد هاي اللحظة نحن نذكر يعني أسماء بالسبعينات عدنا بالمنطقة مسيح طرقمان أكراد لحد هاي اللحظة نذكر أسماءهم ربما بعض الأصدقاء من المنطقة لحد هاي اللحظة متواصلين معهم هنا يجب أن يحضر صادق محي السياسي ليسأل من يتحمل أو من تحمل مسؤولية ما حصل في العراق من تشده طبعاً من الدرجة الأساس من هم على رأس القرار السياسي وإدارة دفة البلاد طبعاً طبعاً هم يعني هم هم يتحملوا ما أثير وما أحدث من تغييرات خلال هاي الفترة الأخيرة طبعاً تحديداً مجتمعية التغييرات السياسية كان لها أثرها الواضح وأول ما أثرت بها هي هو المجتمع المجتمع وكانت يعني هسا نحن دائماً عندما نتكلم ما بين 2003 وما بعد 2003 وقبل 2003 شي ما يشبه شيء وبتفاصيل كثيرة ربما تفاصيل دقيقة وصلت إلى مرحلة أنه نحن نقول هذا الشيء ما يشبه شيء قاني اقتطعت هذا الجزء لصادق محي السياسي بعدني بنشأتك ورح أروح إلى موضوع مغاير تماماً وبعدني في معمل لديه وقال أنك كنت عاشقاً مشهوراً يعني لا مولها الدرجة لا 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 يعني تفاصيل مراهقة لا أكثر صحاً خطأ ما بعد الحب الأول هو امتداد له امتداد من أي ناحية؟ يعني أقصد أنه الإنسان لما يحب فالحب الأول كل شيء ما بعده هو امتداد من الحب الأول كل شيء ما بعده صحاً خطأ يعني هو ما يتحمل صح له غلط هو لازم به بعض التفاصيل بعض التفاصيل كان يكون ما بعده كيف يكون وضع الشخص كيف بأي طريقة العلاقة ما بعد كان تكون العلاقة زوجية أو حتى العلاقة بمرحلة الشباب اللي اللي انتقل ما بعد مراهقة من المراهقة إلى الشباب أكيد إلها يعني إلها أثر بمراهقتك أنت كنت مجهول بالحب والشعر وهذا الكلام مو كلامي هذا الكلام مو كلامي أبداً هذا الكلام كلام المرحوم محسن صادق يحب كذا وكذا الله يرحمه الله يرحمه أولا حقيقة هو شيء كمل شيء يعني قطعاً أن موضوع الشعب لابد أن يكون إلى وحي يوحى به فأكيد هناك من هو ملهم ومن هو المصدر الأول لهذا الكلام لكن بطبيعة الحال أحياناً الإنسان يكتب شيئاً ما بس اثنين هني جيبين شجاً وذا تكمل عليهم ثالثة أنت اسمع يا أسخذر هاي مشكلة ايه يا أسخذر حقيقة إلا كان يعني في الوقع يعني خاصة نهاية السبعينات والثمانينات طبعاً هذه التأثير المباشر كان من البيع اللي كنت يعني نشأت بها أنا كنت أكثر ما أتردد ما بين بيت عمي وبيت خوالي يعني بالقلعة راح واجيب في بيت عمي كان المطرب الأول يا أسخذر يعني خاصة عند يعني صالح ابن عمي تشبير طبعاً مصطفى كان مغرم بأنوار عبدالوهاب وصالح كان مطربة هو يا أسخذر طبعاً يا أسخذر عبدالحليم ولهذا كان إلى يعني وقع في نفسي الغناء وفق النشأ اللي نشأتها حضرتك كان مباح كان ممكن واحد يعني يسمع يعني هو لأنه ما بي ما بينحراف فكري أو ما بينحراف حتى يمكن كان أيضاً يعني يقترب نوعاً ما من شيء أنكم نشأتوا من نشأة صوفية الوالد رحمه الله أنا عرفت أنه كان يعني يتردد على حلقات وكان متصوفاً فبالتالي لا يوجد بعد الصوفيون أسهل نوعاً ما في بالتعامل مع مثل هكذا قضايا كانت جزءاً من الشجن ربما من الشجن ويعني ليس فيه طريق للتشدد يعني هي أيضاً نقطة مهمة لكن هو على العموم على العموم أنا أعتقد الكلمة في تلك الفترة كانت له معاني وكانت حتى الكلمة كانت تربوية يعني ماكو كلمة مباحة ماكو كلمة تخدش المشاعر كانت كلمة حتى الأغنية كانت كلمات تربوية حتى الغزل اللي كان في ذاك الوقت اللي خلق يعني أقول القصيدة الغنائية سوى الشعبية أو كانت ملتزمة ملتزمة تربوية بمعنى الكلمة ولهذا شوف لو ترجع الكلمات كانت حتى الأغانية تحرض يعني على حب الوطن حاسبي في كل شيء أنا يعني أنا اختصرتها في أنها تربوية ولهذا شوف ترجع تقرى القصائد والأشعار أتكلم لك عن السبعينات والثمانينات لما تقراها تباو على واذا هي مدرسة يعني هي قصيدة بحد ذاتها مدرسة تصيدة بحد ذاتها كتاب نعم تقرأ وتتعلم منها وتأخذ منها أشياء كثيرة جميل قبل لا أغادر هاي الحقبة صادق نوحي السامة الرائع إلى حد عمره ثمون طعا السنة بقى بخاضرك شي تقوله؟ من ولادتك من نشأتك بقى بشي بخاضرك؟ الحقيقة أنا يعني هاي ذا ثمون طعا السنة أكثر ما كان لهم أثر في حياتي سوى تلك الفترة أو حتى ما بعدها هم أساتذتي في مرحلة الثانوية وكان لهم دور كبير في سقل مواهب كثيرة في بالك أحد منهم؟ حقيقة وأنا أتكلم معاك أنا أستحضر أستاذ مراد الله يرحمه دائما أنا أذكر في كتاباتي مدرس اللغة العربية مدرس اللغة العربية أستاذ مراد وأستاذ محمود شاكر أيضا أستاذ اللغة العربية وأستاذي أيضا أوجه له تحية من هذا هو توفى طبعا رحمه الله أيضا هذه من ضرائب الغربة أنني لا أعلم أي الله يخبر توفى قبل سنتين طبعا هي سبحان الله مرض مفاجئ أستاذة كثيرة أستاذ جودة أستاذي بل كان مادة التاريخ طبعا لا ننسى أيضا مربي يعني مربينا الفاضل في كلك الفترة هو أستاذ محمد عبد اللي كان مدير الثانوية لسنوات كثيرة والحقيقة كان له الأثر الكبير والواضح في أقول في جانب الالتزام هو كان مدير مدرسة يعني إحنا ما درسناه لكن كان هو مدير مدرسة أكثر ما تعلمنا من من سلك الانضباط والالتزام وهو من خلال أستاذ محمد الله ينطيه صحة الله ينطيه صحة والعافية إن شاء الله الأستاذ محمد عبد أيضا من يعني من فضلائنا ومن عينة القوم نروح للصورة لكم ثمية حتى لدى مرحلة جديدة كلية اللغات أي سنة اللغات بالثمانية والثمانين بس أنا بالثمانين كنت بالجامعة المصنصرية أي كلية آداء بترجمة آداء بترجمة آداء بترجمة آني آني يمكن هاي السنة ما حاول تركز عليه لأنه ما حسيت بها تفاصيلة ما كانت بها تفاصيلة بس إذا تحب نذكرها نذكرها لا يا ما بها تفاصيل كثيرة بقدر ما أنه كانت مرحلة انتقالية بس هي كانت مهمة بالنسبة إليها يعني بالجامعة ومرحلة جدا مهمة انتقلت بها هذه بالثمانين نعم حقيقة و لازلت أحتفظ بعلاقات وزمالات مع أخوة وأخوات من في تلك الفترة من المستنصرية من المستنصرية من المستنصرية سنة لكن هي طبعا بعدها رجعت كملت بس بعد ما كملت ليش ليش تركت الترجمة في وقتها هو كان قرار في وقتها كانت كان وضع البلد وضع جدا حرج نعم فكانت كان رشوب في أكثر من نصف المواد اي وبالتالي حولت إلى حولت كلية كلية ليش اختارت اللغة العدرية يعني طبعا أنا بالخيارات حتى بالإنسيابية كانت هو رابع اختيار الترجمة كان ثالث اختيار كان عندي الاختيار الأول قانون طبعا والاختيار الثاني إعلام والاختيار الثالث ترجمة والرابع اللغات العدرية كانت لي رغبة بموضوع اللغة العدرية وحتى كان عندي هاجس المعلوماتية والأمنية وأمور كثيرة منها القبيل فاختارت اللغة العدرية يعني التفكير بأن يكون الشخص ربما ضابط مخابرات لاحقاً هذا هاجس أبناء تلك المناظق ربما في تلك الفترة كانت حالة عامة حالة عامة طبعاً ولهذا كان الاختيار يعني ذكرت لك حتى بالإنسيابية في وقتها لما سويت الإنسيابية أنه كان عندي رابع اختيار المجتمع أيضاً كان يغذي باتجاه هاي الأفكار نحن الآن نسجيل الآباء كل يغذي بطريقة قومية فكان الصراع العربي الفلسطيني هو حاظب الذي كان عنده ابن دايدروس عبري في ذاك الوقت يعني غير شكر شيء آخر غير شكر فهذه طبعاً هي هاي نقطة مهمة بالإضافة إلى أنه يعني أنتم لحد الآن تعدادكم بالعراق أيضاً مو هوين قليلين قليلين جداً التوجه الأخية طبعاً بالكلية للأسف بدأ بغلق الدراسات العليا طبعاً اختصارها على الدبلوم ربما أعتقد يعني آخر دفؤتين للماجستير أما الدكتوراه قبل سنوات هي ألغيت من القسم هل هذا قرار صحيح؟ نحن هو بإيجابيات وبسلبيات لكن على مستوى اللغات الشرقية هو هاي نقطة مهمة وذلك شيء اسم الكيان الصهيوني ربما التوجه الآن بدأ يأخذ غير منحة نعم قبل الثمانينات والتسعينات الحد 2003 كان الكيان الصهيوني أما اليوم فهي إسرائيلي فهو التحول واضح من هذا المصطلح إلى هذا المصطلح هل تحول العراق إلى هذا المصطلح؟ العراق إلى الآن لا يتكلم بكلمة إسرائيل لحد هاي اللحظة بغض النظر أن تغير النظام أنا قلت الجو العام نعم واقع الحال يقول إسرائيل يقول إسرائيل واقع الحال لكن قبل كان الكيان الصهيوني لكن قلوبنا وأعتنائتنا لا تتحمل ذلك لا نتحمل ربما في الغالب السياسة العامة السياسة العامة الآن بدأت بهذه الاتجاهات سواء بالعراق طبعا أو بالشرق الأوسط يعني ليس فقط العراق هذه هي النقطة التحول اللي أحدث ربيع 2005 نعم هذه التحولات بدأت واضحة في هذا المجال بعد أن سقط الدول كثيرة ما اللي كانت تتمنى المشروع القومي والمشروع العروبي في في خلقوا للشرق الأوسط يعني منها مصر الأردن اليمن سوريا أنت أنت هنا دراست وإلى الآن أنت يمكن في طور إكمال الدكتورة استهلكت ربما من حياتك أربعة بكلوريوس وثلاثة ثلاثة دكتورة ثلاثة دكتورة يعني خير من الله تسع سنوات تسع سنوات أكيد اختمرت في رأسك فكرة وأكيد أثناء القراءات وأنت سياسي لازم من الجانب السياسي ياخذك إلى منطقة أو إلى قرار أو إلى حد أو إلى موقف فشنو موقفك من صاحب الصورة رقم ثلاثة أنور السادات في إسرائيل خطبت الشهيرة في وقتها واختلف الفقهاء في تسميتها منهم من يقول باجل السلام منهم من يقول كذا نعم أنت بماذا تصفه طبعا أنا الآن في دراسة دكتوراه في مصر نعم وتحديدا بالقاهرة في جامعة أين شمس وطلعت على أمور كثيرة خاصة الأمور السياسية بالنسبة للمصر نعم غالبية المصريين يعتبرون أن الرسادات هي بالنسبة لهم الفترة الذهبية لمصر نعم فترة الانفتاح والأسس والبنية التحتية للاقتصاد المصري وضع تحت على يد السادات نعم طبعا أنا فكرة أيضا يعني تعاث المصريين إلى خارج مصر لجلب العملة الصعبة في ذلك الوقت مصر خرجت خرجت بصراحة منهكة من حكم جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر قبل تقريبا ثمانة أشهر يعني انهيت قراءة مذكراته مذكرات السادات هو طبعا مذكرات على غرار البرنامج أيضا يتكلم عن شهادات عن تاريخه المعاصر طبعا ابتدأ من طفولته ويتكلم بتفاصيل جدا عميقة يعني من خلال طفولته لحد ما استلم الرئاسة لكن كإنسان أنا أنظر إلى نظرة إيجابية كإنسان 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 يبحث عن السلام وكان يريد أن يحقن الدماء وكان يريد أن يحصل على الأرض بدون إراقة قطرة دم واحدة دم واحدة وحصل ذلك هذا كإنسان لكن كماذا كنت تفكر بي كسياسي نعم كسياسي كسياسي أنا أعتقد فشل في إدارة الملة في الشرق الأوسط لأنه كانت مصر هي المحور في تلك الفترة ما استطاع أن يبرل الفكرة إيجابياً في منطقة الشرق الأوسط ولهذا أنا أعتقد سياسياً في هذا المضمار فشل ولهذا صار بالنسبة إلى للعرب سبة نعم أنه رسادات بالنسبة للعرب الغالبية طبعاً وليس الكل سبة الخيانة سبة ما أعرف إذا تذكر بالـ 78 أو 79 لا أنا قارئ عن هذه الفترة أنا في تلك الحقبة ربما أكون التوقد ولد يعني طبعاً بالعراق كانت التعبية جماهيرية واضحة نعم يعني ما أكو شارع ولا أكو يسقط السادر يسقط السادر أنا قارئ عنها بالنحلة فهذه هذه ربما توحي بفشل سياسياً من أن يحتوي الدول العربية اللي كانت معاها على نفس الخط لا سيما تأخذك فكرة اللاوعي أحياناً وتنسى نفسك أنه أنت سياسي وأنه أنت قرأت عن العبرية وأنه قرأت عن تلك المرحلة وعن نجاحات السادات وعن ما أسميت قبل قليل إخفاقات السادات وترجع في ذهنيتك شيء أنه يسقط السادات بوصفه خائم تفكر أحياناً كذا ربما هي الفكرة الأولى وأنا أقرأ مذكراتها نعم أذكر السياج مع البيتنا اللي بمعملة دي نعم كان مكتوب عليه ولحد هاي اللحظة أما ماجيك أو ذاك الأصباغ المائية مكتوب على بين طابوكتين 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 يسقط وطابوكت الأخرى السادات السادات طبق يعني أنا إذا أقرأ الكتاب مع العلم أنه فيه يعني إيجابيات كثيرة نعم بالكتاب لكن يتبادر إلى ذهني الشعارات اللي كانت الموجودة على يعني بالشارع يا راتي حضرتك الآن في المراحل النهائية من دراسة الدكتوراه باللغة العبرية أكو مشتركات بين اللغتين العبرية والعربية؟ طبعا من ناحية القواعد هي تقريبا تسعين بالمئة من قواعدين هي طبعا مشتركة هناك اختلاف باللفظ طبعا لكن هناك متشابهات كثيرة نعم يعني خاصة من ناحية اللفظ والمعنى طبعا تريد هذا نجاع أزلي أنه هم يقولون العبرية أصل أصل اللغة الأصل اللغة والعرب يقولون هما طبعا أصل اللغة لكن تريد القواعد الكريم هو الفاصل نعم في هذا المئلون إذا أردت أن تعرف عن نفسك باللغة العبرية اليوم أنا أريد أسمعك كيف تتكلم باللغة العبرية عن نفسك يعني بالمحادثة يعني أنا فلان ابن فلان أنا كذا كذا طبعا قلت لك ومتشابهات أنا صادق معي أنا يعني وليس أنا نعم ما شلومخة ما شلومخة مر أنس يعني شونك يا سيد أنس هاي كمحادثة محادثة كدايلوغ ايه كدايلوغ تجنبوني الكلام بيها عمام العراقيين يعني يعتبروها لغة غريبة أحيانا يعتبروها لغة الأعداء لغة الأعداء ايه فما فما حين نلح بالموضوع طيب مسيرتك العملية بعد التخطوش إلى حد 2003 أحيانا حقيقة التخطوش كان ألفين و ألفين و ألفين و ألفين و ألفين و ألفين و تسعين نعم كنت على حددها وراء الأمنية ما نعم يعني ما التحقت بها بعدين التحقت بالخدمة العسكرية سنة و نص 95 ازوجت بقيت 99 دخلت ماجستير أكثر ما شغلت بال ما كملت الماستر مباشرة لا 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 ما كان أكو دراسات عليا ما كان لا لا ما كان أكو دراسات عليا بال95 انفتحت الدراسات عليا بالقسم تحديدا لغة العبرية بالتسعة و تسعين كملت بقيت على يعني أشتغل أعمال حرة يعني عندنا كانت وكالات غذائية و محنة و أسواق و كذا نعم بعدين كملت و ألفين و واحد كملت الماجستير ألفين و واحد عملت في مصرف أهلي مصرف الشرق الأوسط نعم أربع سنوات بعدها بعد الآلفين و ثلاثة يعني حدث وهنا بدينا و إلى الفين و ثلاثة صادق محي جديد يمكن تراكم الخبرات و السنين أصبح حتمي أنه يظهر بصادق محي بشكل آخر الشكل السياسي هسا بدأت الرحلة السياسية المتعبة المتعبة الحقيقة بالبعض المتعبة أسألك قبل أي كلام عن سياسة تسعة أو أربعة شيء مثل لك يعني راح أتكر لك حالة وأتكرها إلى التاريخ طبعا يعني أنا بوفاة والدي ما بيشيت يعني اتقبلت الموضوع يعني قدر الله سبحانه وتعالى و كنت آني واني الأبن الأكبر لكن يوم تسعة أو أربعة هي بديتش اللحظة الوحيدة اللي بيشيت به شو نحساسك جانبوك؟ طبعا أول ما بدت بديت أفكر هي بديتش اللحظة أنا طبعا حتى أذكر المكان اللي قاعد بيه يعني تفاصيل البيت خلقوا له الشكل القديم بناية القديمة اللي قبل له أنا كنت قاعد بالحديقة وقاعد بوحدي وبدت يعني يعني النقطة اللي يعني مضت بديتش اللحظة يعني على شريط الذاكرة أنه أنا كنت أقرأ أيام الإعدادية وأيام الكلية على الاستعمار بديتش اللحظة قلت اليوم احنا أنا فعلا راح أعيش مرحلة الاستعمار نعم هذي كل ما كان مسيطر على ذهنيتك ذهنيتي وتفكيري وبعدها بديت أحسب أنه الاستعمار دخل ايش راح يسوي ايش راح نصير وبديتش اللحظة أيضا بدينا نفكر نقاوم لو ما نقاوم احنا نقعد راح نقعد ننتظر لو نشوف هالفعلا هو احتلال لو هو كان سيناريو يعني لفترات متباعدة ما بعد تسعة أربعة والغالبية يفكر أنه هذا ربما سيناريو ربما راح يرجعون يرجعون القيادة باسم آخر أو الحزب باسم آخر وهو تفاصيل كثيرة لكن بعدها انه اتضح انه الموضوع حقيقي أصبح وأذكر يوم هم 12 أربعة هما دخلوا سامر أذكر حتى هما طبعا 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 الفجر وطبعا القوة جغارة طبعا يعني منطقتنا هي منطقة نعمل أدوية وأذكر بالأشخاص اللي من استقبلهم بالورد وأشخاص من رموا عليهم الإحجارة والسب والشتم هذه مشاعر مختلفة مختلفة أنا أعتبرها فعلا كانت ديتش اللحظة نقوة تحول ما بين أنت يوم 9 أربعة ساعة بالـ 12 إلا دقيقة أنت إنسان وطني ما بين ساعة بالوحدة بالليل اليوم 10 أربعة أنت أصبحت محتل محتل فهذه هي في هذه اللحظة بدأت نقطة التحول وهنا المرحلة تطلبت فقه سياسي واقعي وأنت من الذين مباشرة يعني اندمجوا مع هذا الفقه واندمجته سياسيا في أي سنة بالضبط 2004 2005 حمسة احنا بالـ 2004 كنا تقريبا خلي نقول شباب يعني بالـ 2004 بعدنا شباب لا مازلت شباب فاحنا مجموعة كنا نذكر دائما نقعدنا الذاكا ويعني كان معايا من القروب الي احنا نفسنا تقريبا تواصلنا بعد المرحلة الجامعية الي هو دكتور باسل فاروخ ونا عبد السميع بالشرقية يا أخونا هشام الدخيل هشام الدخيل أسماء كثيرة حقيقة كنا دائما نتذاكر في تلك الفترة وفي هذه اللحظات كنا نتذاكر انه احنا هل من الممكن نشكل حزب هل من الممكن انه ننطلق انه لكن الهاجس الي كان معنا هل نتقبل العملية السياسية ام نبقى احنا مقاومين نقاوم في هذه الفترة منهم من عمل واجتهد كنت تفكر ان تقاوم ان تحمل السلاح ضد الأميركان نعم احنا بداية الألفين يعني بداية الاحتلال بعد ولا اعتقد اكو عراقي كان ما يفكر بالمقاومة لكن تدريجيا بدت الصورة تتضح اكثر الكل كان متحمس للمقاومة ولا اعتقد اكو شخص خاصة في منطقتنا يعني في سامبا انه ما كان يفكر بالمقاومة لكن تدريجيا بدت الصورة تتضح هل هناك مقاومات وعوامل فعل المقاومة والجهات كما كان وهل كان يفكر بها من قبل الجميع على انها مقاومة ام على انها مقاولة شهدناها في الالفين وثلاثة واخر الالفين وثلاثة وبدأت الالفين واربعة وخلقت لنا غول غول تطرف كبير ابتدأ بالقاعدة وانتهى بداعش نعم احنا انا لا اشيطن احد لكن هذا ما رأيت ايضا انا ايضا ذاكرة واذكر واذكر جيدا كيف كانت كانت تصرفات بين قوسين ما يسمون بالمقاومين لكن اعتقد انه هذا العقلاء فيما بعد انكشف وبالتالي اصبح خيار المقاومة خيار اخر ممكن يكون خيار المقاومة السياسي اللي اعتقد ان تكونت قريب منه هكذا هكذا قرأت تاريخ صادق رحيم بالضبط احنا حقيقة انا قلت لك هناك من اجتهد وهناك من عمل بفقه الواقع وكنا قريبين من هذا الخط وللتاريخ انا اذكر يعني حقيقة انا كانوا معي ايضا ضباط من الاجهزة الامنية وضباط من الجيش العراقي ومن من عمل في هذا وكنا نبعد نذاكر في هذا الموضوع وكل كان يدوه بدلوه تنظيم ام لما شباب لا 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 يوجد تنظيم لما شباب لما شباب ويعني ولد المنطقة ونقعد نتعلل بعدين نحن تقريبا هاي الثلاث سنوات يعني قضيناها كلها حضر حضر تجوار يومية بالستة أو بالخمسة العصر المغرب تقعد بالبيت فكانت عندنا تجمعات في بيوت ما يوميا بات بشخص يوميا نتعلل يم بشخص فبدينا نشتغل على هذا الأساس بعد ما صورة تضحت يعني أنا لا أريد أن يعني أذكر أن هناك انحراب بالمقاومة لكن بدت أموك كثيرة تنحرف عن ما صارها الحقيقي والمقاومة الحقيقية بقت ولا زالت لحد هذه اللحظة لكن بدأنا نعمل بفق الواقع وبدأنا نعمل مع من هم أكثر منا خبرة واشتهدوا في هذا المجال ببتداء من الأحزاب السياسية التي ظهرت في تلك الفترة سوى في منطقتنا يعني في محافظتنا أو حتى في بغداد وعليه بدأنا نعمل بهذا الاتجاه ومن البداية هذه ينتهي الجزء الأول من ذاكرة معاصرة حلقة الأولى مع أكستاذ صادق على عمل اللقاء في الجزء الثاني لنكمل المسيرة السياسية الحقيقية التعب اللي شفته في هذا الثلث الأخير من حياتك حتى ذلك الوقت أنا أشكرك جداً والشكر موصول لكم أيضاً أحبة المشاهدين تظهروا معنا أيضاً الجزء الثاني إن شاء الله مع الأستاذ صادق محيئاً سامة ضائع مع الرئيس تجمع تنمي حتى ذلك اللقطة في أمل الله وحفظه اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة